اشتركوا في القناة اعطينا نبذة بسيطة عنك السلام عليكم حياكم الله جميعا في البداية شاكر لكم وكريم دعوتكم ونتمنى ان شاء الله في هذه المساحة تكون ان شاء الله مفيدة للجميع بإذن الله تعالى معكم اخوكم ابراهيم المحيسن طبعا بكاريوس هندسة كهربائية وحاصر الماجستير في هندس الطاقم الجددة تقريبا العمل في قطاع الكهرباء قرابة العشرين سنة تقريبا يعني مجال العمل تقريبا ضمت في الجهود تقريبا المتوسطة وجهود المخفضة خلال فترة هذه قضيناها ما بين تخطيط وصيانة وتشغيل طبعا حبيت والله في هذه المساحة ان شاء الله نعطيكم يعني نبذة مبسطة وهي موجهة حقيقة يعني للطلبة بشكل خاص والمقبلين هتخرج ان شاء الله ليكون عندهم فرصة ونظرة عامة عن هذه الشبكات نعم والنعم فيك وحياك الله نورتنا بالمساحة الله يحفظكم يراكم فتفضل بدل اللقاء بسم الله طبعا حقيقة يعني الحديث عن شبكات التوزيع حديث يعني يعني لا يحصره يعني مساحة أو تحصره محاضرة محاضرتين يعني هو إسهاب كبير ويعني قطاعات مختلفة فيه وكل يعني جزئية منه تحتاج يعني تعمق ودراسة مستفيدة حقيقة يعني بداية نعطي نظرة عامة عن أنظمة القوى الكهربائية والقدرة الكهربائية اللي هي الأنظمة التقليدية اللي هي تبدأ أو نسميها نظام إشعاعي من التوليد إلى المستهلك النهائي تبدأ بمحطة التوليد بعدين تنتقل إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة النقل وفي المرحلة النهائية مرحلة التوزيع ما بين تلك المراحل هناك محطات تقوم بتحويل الجهود على حسب اللي هي مناطق النقل أو التوزيع طبعاً سواء خطوط هوائية أو خطوط أرضية يعني لو مثلاً التوليد كان على جهود 13 يعني 13.8 كيفي أو 13 1800 كيلو فولت راح نضطر لرفع الجهود لجهود عالية تقريباً على يعني كمقدار 132 كيلو فولت 120 ألف كيلو فولت أو 132 كيلو فولت أو 380 كيلو فولت تنقل عبر إما أبراج يعني خطوط هوائية أو خطوط أرضية على حسب المكان وحسب يعني البيئة في تلك المنطقة بعد مرحلة النقل أو نقل الطاقة بعد تحويلها من التوليد تمر على محطات أخرى التي تسمى محطات طبعاً محولة نقل وهي خفض وهي تقوم بتحويل الجهود العالية إلى جهود تقريباً منخفضة أو جهود عفواً جهود متوسطة بعد تحويلها من جهود عالية إلى جهود متوسطة تأتي مرحلة التي هي أو المنطقة منطقة التوزيع في منطقة التوزيع غالباً يكون إما عن طريق محطات فرعية أخرى وتسمى محطات أولية أو تسمى primary أو main distribution أو محطات يعني فرعية ثانوية تقوم بتحويل الجهود الثانوي إلى جهود منخفض الجهود الأولية أو محطات الأولية تقوم بخفض الجهود مثال 13.8 كيلو فولت إلى جهود منخفض 220 فولت أو 400 فولت على حسب النظام المستخدم في نظام القدرة الكهربائية المستخدم هذه تقريباً إذا قلنا أن النظام الكهربائي يكون مرحلة أو نقل الكهرباء والتوزيع وتوليد كأنه نظام شاعي من التوليد عبر النقل إلى مستخدم النهائي عبر التوزيع في بعد دخول التي هي الأنظمة الجديدة أو الأنظمة الطاقة المتجددة أو أنظمة التخزين أو وتبر اللي هو توليد آخر ينضم إلى الشبكة هنا تكون تقريباً النظام القدرة الكهربائية اختلف الستركشر الخاص فيه أو البنية الخاصة فيه بحيث أنه صار فيه أيضاً توليد ليس توليد يعني بطريقة واحدة التي تبتطر طريقة تقليدية دخلت عليه أنظمة أخرى سواء التوزيع توليد موزع أو مشاريع طاقة طاقة مثلاً الخلايا الكهروضوية الصغيرة الخاصة بالمنازل كلها ستغذي الشبكة ويكون هناك تبادل للطاقة هذه بالنسبة لنظرة عامة عن النظام القدرة الكهربائية بشكل عام غالباً طبعاً يكون توزيع المستويات الجهد في الأنظمة الكهربائية في الغالب إلى أربع مستويات المستوى الأول الجهد المنخفض وغالباً يكون جهد توزيع هو تقريباً أقل من أو يساوي الفولت المستخدم لدينا في المملكة تقريباً الـ 220 والـ 380 والـ 400 فولت طبعاً طبعاً الجهد الآخر والمستوى الآخر من الجهد هو الـ voltage طبعاً يكون الجهد المتوسط يكون ما بين أو أعلى من 1000 فولت إلى أقل أو يساوي 69 كيلو فولت والجهود المستخدمة لدينا يعني في المملكة 4160 فولت وأيضاً 13800 فولت وأيضاً 33000 فولت و 34500 فولت 34500 فولت و 69000 فولت هذه بالنسبة للجهود المستخدمة لدينا في المملكة المستوى الآخر أو الأعلى طبعاً كلها المستوى اللي هو الmedian فولت واللو فولت تعتبر جهود توزيع الجهد النقل اللي هو الhigh فولت والإكسترا high فولت الhigh فولت تقريباً ما بين أو أعلى من 69 كيفي أو 69 كيلو فولت وأقل من 230 كيلو فولت يعني على سبيل المثال عندنا 110 كيلو فولت هذا يعتبر high فولتج أو جهد عالي وأيضاً 115 كيلو فولت و 132 كيلو فولت هذه أمثلة للجهود العالية أما الجهود اللي هي الفائقة تكون أعلى من 230 كيلو فولت أو تساوي 230 كيلو فولت أمثلتها التي هي 380 كيلو فولت وأربعمية كيلو فولت الموجود في جهود الربط الخليجي هذه تقريباً المستويات الأربع للجهد في الشبكة ما بين الـ V والـ MV والـ HV والـ Extra High HV طبعاً في أنظمة التوزيع تقريباً هناك طبعاً أنواع في المحطات سواء محطات هوائية أو محطات أرضية المحطات الأرضية طبعاً عندنا اللي هي Primary Substation هذه تكون محطة تحويل ما بين جهد متوسط إلى جهد متوسط آخر ويعني ربما تكون من 3-30 KV إلى 13.8 KV هذا كمثال وهذه تعتبر محطة يعني تاخذ الجهد من النقل وطبعاً توزع الجهد إلى محطات ثانوية في التوزيع المحطات الثانوية في التوزيع عبارة إما هوائية أو أرضية الهوائية التي تسمى Ball-Mounted Substation تحول الجهد المتوسط إلى جهد منخفض هذه نراها دائما في الأرياف في المناطق النائية أو في المزارع يعني يكون أعمدة معلقة على عفواً محولات معلقة على أعمدة وفيها تقريباً لوحة توزيع خاصة فيها تقوم بتوزيع الجهد الثانوي الذي هو الخارج جهد منخفض في الأحياء السكنية وفي بعض المناطق الصناعية والتجارية يكون هناك محطات فرعية التي تسمى Package Substation يكون المحول داخل زي الكوشك أو زي الصندوق الضخم بحيث أنه يكون داخله المحول وداخله أيضاً لوحة التوزيع هذه كلها تسمى Secondary Substation أو محطات ثانوية تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد تقريباً جهد منخفض هذه تقريباً المكونات الأساسية أثناء تحويل الجهود في التوزيع ما بعد عملية التحويل أو أثناء توزيع طبعاً الجهد على المناطق بشتى مناطقها سواء سكنية أو تجارية أو صناعية أو نائية يكون النقل إما عن طريق كابلات أرضية أو عن طريق طبعاً خطوط هوائية الكابلات الأرضية طبعاً تكون يعني غالباً في المناطق المكتظة المناطق السكنية وطبعاً تحتاج يعني طبعاً آلية معينة في عملية التمديد وإنشاءها وتوزيعها بشكل يعني آمن بحيث أن ما يكون فيها أي مشاكل في المستقبل من ناحية يعني تأثر كابلات أثناء عمليات التشغيلية من رطوبة ومن يعني مثلاً من تجنب يعني مثلاً مناطق تكون فيها عملية حفريات أو شيء تتأثر فيها يعني الشركات الكهرباء يكون لها آلية في عملية اللي هو تمديد كابلات التوزيع أيضاً في عملية التوزيع تستخدم الخطوط الهوائية الخطوط الهوائية يعني تخرج من المحطات طبعاً محطات التحويل سواء محطات نقل إذا كان جهد متوسط أو محطات توزيع يعني التي تحول من جهد منخفض إلى جهد متوسط إلى جهد متوسط آخر تقوم بتغذية المناطق غالباً ما تكون مناطق سكنية غالباً تكون في الأرياف أو في المناطق الزراعية أو المناطق النائية تكون تمتد هذه الخطوط ويكون خلالها عملية تفريع لمغذيات ها لتغذية المناطق بشتى أنواعها طبعاً في هذه الخطوط يتكون بعض الأجهزة المهمة يعني زي مثلاً القواطع الهوائية أو ما تسمى في يعني صلاح السكاكين تكون إما غازية أو مازولة بالهواء على حسب نوعية السكاكين والقواطع هذه بحيث أنها تفصل التغذية في حالة الصيانة في حالة العطار أيضاً يوجد فيها معيدات التوصيل وأيضاً مجزئات سكشن الايزر كلها هذه معدات تركب على الخطوط الهوائية للتوزيل أيضاً فيها بعض مؤشرات خاصة أو أجهزة تنبئ أنه هناك جهد على الخط الهوائي يكون فيها شبيه للإضاءة بحيث أنه فني الصيانة ومهندس الصيانة أثناء التشييك على الخطوط يكون واضح له الجهد على الخطوط هذه بالنسبة للخطوط الهوائية طبعاً عمليات يعني لو بدأنا في عمليات الإنشاء للخطوط الهوائية هناك إجراءات محددة وهناك مثلاً يعني اهتمام كبير في آلية إنشاء تلك الخطوط والأعمدة طبعاً نوعيات الأعمدة تكون مقاومة للرطوبة مقاومة للا قدر الله الصدى أيضاً تكون تتحمل عمليات الشد لأنه مثل تعرفين الموصلات المربوطة على الخطوط الهوائية تكون يعني مشتودة بين عمود وعمود أو يكون في عملية مثلاً تفريع محددة هذه يكون فيه تأثيرات ميكانيكية على هذه الأعمدة ومما يأثر عليها بشكل كبير لذلك لذلك يراعى في المواصفات في مواصفات محددة لهذه الأعمدة وأشكالها وأحجامها تكون بأشكال وأحجام مختلفة يراعى أثناء يعني زرع تلك الأعمدة على مدى طبعاً امتدادها في خطوط التوزيد الأمر الآخر طبعاً الأرض يعتبر من الأجزاء المهمة في الخطوط الهوائية أنه يكون عملية التاريض حاضرة في الخطوط لحماية طبعاً حماية الناس وحماية الأشخاص القريبين من الخطوط بالإضافة إلى حماية المعدات وأثناء عمليات سواء الصيانة التشغيل وأثناء وجود الإعطال لقدر الله بالمقابل هناك خطوط أرضية طبعاً مثل ما ذكرنا تكون لها أيضاً آليات محددة في عمليات طبعاً المواصفات الخاصة فيها أثناء التمديد ويكون لها إحتيام محددة وطبعاً عملية العزل فيها طبعاً تكون بمواصفة محددة لكل يعني شركة يعني مثلاً في أجواء أنا مثلاً في السعودية الأجواء الصحراوية الأجواء مثلاً اللي فيها رطوبة الأجواء هذه تختلف يعني مواصفات الصيانة فيها ومواصفات اللي هي المواد سواء كابلات أو أو يعني معدات مركبة على الشبكة أو شبكة التوزيد طبعاً كلها الأجزاء هذه وبعد ما يتم تركيبها ويتم إطلاق التيار فيها وعملية مثلاً توزيع الكهرباء المستفيدين والمشتركين بشكل عام تكون آلية المراقبة والتحكم فيها هنا طبعاً عملية المراقبة إذا كانت العملية تقليدية بدون أتمتة أو بدون عمليات اللي هي المراقبة عن بعد لابد تستعين في رجال الخاط لابد رجال الخطوط أو اللي يقوم بعملية مسح للخطوط الهوائية للتوزيع أو أيضاً الكشف على أي يعني مسببات للأعطال أي مشاكل على الخطوط تكون تقريباً بطريقة تقليدية وهذه تأخذ الوقت وتأخذ الجهد وأيضاً ربما تؤثر على إذا كان في فصولات للتيار الكهربائي ممكن يحدث تأخير في عادة التيار الكهربائي وجود طبعاً أنظمة يعني تتحكم فيها ويتحكم فيها عن بعد هذا يكون فيه طبعاً نقلة نوعية من ناحية مثلاً التحكم وإدارة الوقت في عمليات التشغيل والصيانة ويعني المعرفة أو أخر التقارير طبعاً أنظمة التوزيع لابد يكون لها مراكز تحكم مراكز التحكم طبعاً يكون طبعاً يكون فيها إشارات محددة أنه في مثلاً عمليات فصولات أو عمليات مثلاً أغطان حدثت يحدث إشارة في غرف التحكم المسؤول في غرف التحكم يخبر العاملين في الميدان بحل تلك المشاكل طبعاً وعمل اللازم من ناحية عادة التيار الكهربائي طبعاً هنا أتت الحاجة أنه يكون هناك طبعاً أتمتة كاملة للتوزيع بعد طبعاً الحاجة الماسة لتكون طبعاً القدرة الكهربائية المنقولة من التوليد عبر النقل للتوزيع تكون بموثوقية عالية وهذا الشيء تطلب أنه يكون هناك طبعاً أجهزة وسنسور وحساسات وكوميليكيشن عالي بحيث أنه يقوم بطبعاً اكتشاف الأعطال اكتشاف المشاكل التنبؤ في عملية التنبؤ أو التشخيص أحياناً لمعدات وأجهزة الشبكة التوزيع وتكون عن بعد وهذا ما يعني ما تطلبه في مثلاً في الشبكات الذكية وجود أتمتة بتقنيات عالية طبعاً لو أتينا بعض الأمثلة لأتمتة أنظمة التوزيع مثلاً في حالة مثلاً معيد التوصيل معيد التوصيل يقوم بعملية الفصل على عدة طبعاً على حسب الضبط الخاص فيه مرحلة مرحلتين ثلاث مراحل على حسب إذا كان فيه عملية يعني مثلاً حصل عطل عابر على الخط الهوائي يكون عملية فصل ثم يعيد التيار إذا استمر العطل موجود في الخط الهوائي فإنه يفصل مرة أخرى إذا استمر ممكن يفصل نهائي ويفصل الخط طيب إعادة طبعاً الخط للخدمة لا بد يكون حاضر المشغل في الميدان حاضر للخط باستخدام الأتمثة إذا كان المعيد وإذا كان القواطع الموجودة على الخطوط الهوائية مؤتمة بحيث يكون التحكم فيها عن بعد يتم الإرجاع آنياً بحيث أنه بعد الإصلاح أو إذا كان لا يوجد أي مسببات للفصل فإنه يتم إعادته بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد من العاملين في الميدان طبعاً أنظمة الاتصال لا بد تكون إما سواء عن طريقة أوبتيك فيبر أو يستعام بالشبكة الخلوية أحياناً أو أنظمة الاتصال الخلوي طبعاً لا أقدر ما أقدر أنا بالنسبة لي لست متخص بأنظمة الاتصالات وما يعني أشبهها لذلك ما أقدر أتعمق فيها بذكر طبعاً الأشياء الخاصة فيها لكن أعطيكم نظرة أنه عملية الاتصال تكون بين المعدة في الشبكة عن طريق نظام إما نظام أوبتيك فيبر أو يعني كابلات مربوطة من المعدة نفسها إلى غرف التحكم وهذه تعتبر أنا أعتقد أنها يعني من الأشياء التي هي تكون ليست يعني مفضلة بالنسبة يعني كبنية تحتية والأفضل أن يكون هناك اتصال عن بعد لاسلكي في تلك المعدات آآ آآ الآتمة أيضا يعني ساعدتنا في يعني في المشروع الذكي الذي الحمد لله احنا يعني اكتسبناه في أنظمتنا في المملكة العربية السعودية المشروع الجبار اللي هو أشياء اللي هي العدادة الذكية لا يخفاكم أن العداد الذكي في فنكشن أو وظائف كثيرة ممكن الاستفاد منها بشكل كبير ممكن الاستفادة بخصائص هذا العداد والتحكم فيه عن بعد بعد التيار لو فصل التيار كرباء عن المنزل في الحالة التقليدية لا بد يحضر فني عدد التيار إلى الموقع ربما يأخذ الوقت يعني على حسب بعده عن الموقع وهذه تسبب يعني طبعا يعني تأخير في عدد التيار الآن بعد أتمتتها وتحكم في العداد الذكي عن بعد إصارة التيار أصبح لحظي طبعا إذا كان فصل يعني بسبب عدم سداد يكون بعد السدد مباشرة أو آليا يعيد التيار وأيضا لو حصل أي مثلا عطل أو حصل مشكلة أو أخذ بيانات أيضا تكون عن بعد يعني يعني استفادتنا من الأتمة أصبحت ليست استفادة تشغيلية فحسب أيضا استفادة بالبيانات الضخمة التي نستطيع أن نستحصلها من شبكات التوزيع الضخمة يعني يعني كما عارفين الشبكة التوزيع ليست شبكة يعني صغيرة شبكة متفرعة وكثيرة بسبب يعني خدمتها للمستخدمين النهائيين يعني بشكل يعني متفرع ومتشعب هذا يخلق لنا بيانات كثيرة ممكن الاستفاد منها طبعا كيف نستفيد من البيانات نستفيد بالتحليل لتلك البيانات بتحليلها للاستفادة سواء في يعني وجود مثلا حل بعض الاعطال في الشبكة أو تحسين يعني الشبكة أو الجهد أو تحسين مثلا القدرة أو الطاقة الكهربائية بآليات يعني و يعني آليات محددة في عمية التحسين لا ندخل لا ندخل في تفاصيلها لكن يعني هذه الاستفادة من البيانات الضخمة في استحصالنا فيها من الشبكة نستفيد فيها وهذه من ميزات الأتمة يعني تقريبا يعني الوجود الأتمة و يعني حضورها في الشبكات التوزيع أمر غاية في الأهمية بعد ضخامة الشبكات وطبعا التحليل أو مثلا القراءة أو مثلا التنبؤ أيضا كلها حاضرة في أتمتة هذه الأنظمة هذا تقريبا يعني مختصر يعني وأتمنى إن شاء الله وضحت لكم لو شيء بسيط ما أحب أني يطيل عليكم وأحب أني حقيقة أني ليست أنا المسهم في هذا الموضوع وأفضل أنه يكون في مشاركات وأنا يعني أجزم أن بعض المستمعين أفضل مني بكثير في المعلومات ممكن أنه اشتغل بشكل أكبر في أنظمة الأتمة أو اشتغل عليها وخاصة في أنظمة الاتصالات الخاصة فيها وأتمنى أنه يعني إذا في أحد ساهم معنا أنا أكون شاكر ومقدر الله يعطيك عافية مهندس إبراهيم شرفت بالمساحة الله يبارك خيك فضلك يعني أتمنى أن نعطي المساحة بس للحضور لمن يريد أن يساهم يعني في هذا الموضوع يعطى فرصة بعدها ممكن أن ناخذ يعني إذا فيه استفسارات أو فيها يعني أي تساؤل محدد اللي عنده إضافة أو أي شيء ممكن يقدمه فيتفضل يقدم طلب وإن شاء الله رح نقبله طيب ممكن اللي عنده استفسارات أو أسئلة للمهندس إبراهيم ممكن برضه يقدم طلب تفضل سعني السلام عليكم الصوت واضح سلام أغطال عليكم السلام واضح جزاك الله خير مهندس إبراهيم والأخوان في النادي على هذه المساحة استفدنا بالطرح وإن شاء الله أن تعمل فائدة للجميع أنا بس عندي إضافة بسيطة فيما يخص الأتمة في شبكة التوزيع الآن مع التوجه لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو أنظمة الطاقة المتجدة زي طاقة الرياح في شبكة التوزيع على المستوى small scale أو المستوى المتوسط سيكون يعني من ضمن الأشياء التي تدخل في الأتمة أنه يعني مشغل شبكة التوزيع وقطاع شبكة التوزيع سيكون عنده أكسز أو عنده دخول للتحكم في أجهزة العواكس التي تربط أنظمة الطاقة المتجدة بشبكة التوزيع فيقوم عن طريق العواكس هذه بالتحكم في المحطات نفسها سواء في تحسين الجهد في تحسين معاملة القدرة أو في المساهمة في رفع كفاءة تشغيل الشبكة فهذه من ضمن التوجهات حاليا اللي يعملون عليها تقريبا في كل دول العالم بوضع معايير للتحكم ومعايير لكذلك ربط من الممكن التحول هذا الأمر بدون التأثير على البنية التحتية فكانت هذه مشاركتي وإذا حدث الله يبارك الله يبارك فيك من سامي إضافة إضافة حقيقة غنية من شخص غني الله أرغبك أجرك حقيقة يعني دخول أنظمة الطاقة المتجددة يعني مهندس سامي يعني ذكرها حقيقة يعني ممكن أحيانا تؤرق يعني بعض أو الشبكة الشركات الكعرباء من ناحية إنها ربما يكون لها تأثير يعني يعني تأثير ربما يكون على الشبكة من ناحية أعطال أو مثلا تأثير مثلا في جودة القدرة كربائية ومراقبتها أو أتمتتها مع الأنظمة يعني الأنظمة التوزيع تعتبر يعني في غاية الأهمية مثل ما ذكر لنا المهندس سامي يعني كان يعني الهاجس فيه أنا كان عندي سؤال لمهندس سامي إذا سمحت لي إذا كان الآن في عمليات مثلا أنظمة الطاقة بشكل عام مثل ما تعارف يعني ما تعتمد على مثلا أننا نتكلم عن أنظمة التوزيع أنظمة أنظمة التوزيع متى يكون يعني هل لها حدود في الأتمة مع يعني لو كانت مثلا منطقة نائية مثلا يعني عندي مثلا مزرعة مثلا في منطقة نائية وأنا مغذات المزرعة بطاقة الشمسية مثلا وخلايا الكاروضوئية صغيرة المبنى صغير يعني هل هناك يعني جدوى بأتمة هل مثلا الفيرتر الخاص في حيث أنه يتم مراقبته أو يعتبر أنه غير مؤثر له الحقيقة غير مؤثر يعني كالمثال هذا غير مؤثر لكن هم يحطون مثلا اشتراطات مسبقة حيث أن العميل نفسه ما يتأثر من ناحية الجهد أو جودة الخدمة يعني فهم يعني يكون فيها اشتراطات مسبقة مثلا أنه العاكس هذا ما يؤثر على الجهد يعني في خصائص يوجد في العاكس الذكي أنه يتم تثبيت بعض الاعدادات حيث أنه ما يساهم بشكل سلبي النظام على الجهد أو يعني أنظمة الحماية فهم يساهم مثلا إذا كان نظام صغير ما يحتاج أنهم يعملون دراسة أثر على الشبكة لأن مسبقا نعرف أنه ما يأثر لكن إذا كان نظام متوسط وأكثر من خمسين كيلو مثلا واط هنا يطلب من شركة الكهربة يطلبون أنه يعمل دراسة أثر الربط فالدراسة هذه قبل تركيب النظام تبين إذا فيه أثار على أنظمة الحماية إذا ما فيه يعني يكون فيه أعدادات مسبقة يعني حسب المعايير الدولية يتم تثبيتها في العاكس بحيث أنها تمنع تأثير على المعامل القدرة والجهد بس الله يبارك الله يبارك لكن هما الآن يعني في بعض المدن زي مثلا في ولاية كالفونية في أمريكا لأن نسبة الأنظمة الموزعة كبير جدا فصار فيه تأثير على اعتمادية الشبكة وجوداتها فصار الآن يفكرون أنه يكون فيها مركز التحكم في داخل نطاق شبكة التوزيع يتبع المقدم خدمة التوزيع يتحكم في جميع العواكس الموجودة في الشبكة سواء أنظمة صغيرة أو كبيرة طبعا هذه عندهم صعوبات حاليا في تنفيذها على طاقة كبيرة زي كذا لأنه عدل الانفرترات كبير جدا يعني فتحتاج يعني مركز بيانات ضخم وأنظمة معقدة يعني في الشبكات والاتصالات لكن هم بدأوا في نطاقات صغيرة يعني على أحياء كذا فنجحوا فيها بس هياخذ الموضوع وقت طويل حتى يتم تطبيقها على نطاقات واسعة يعني يعني هنا تحد في حالة وجود أن تصير الشبكة ضخمة وأتمتتها بشكل يعني كامل ممكن يصير في تحدي بالنسبة لها صح أو لا هيكون في تحدي بحكم لما يكون إجمالي الانتاج من أنظمة الطاقة الموزعة تكون قريبة من تغطية الاستهلاك في كثير من المنشآت داخل نطاق شبك التوزيع فهذا يعني يؤثر بشكل كبير على اعتمادية الشبكة على الجهد وعلى أنظمة الحماية فهم يحاولون أنهم يتحكمون بأنظمة الربط زي العواكس هذه بحيث أنه يتحكمون بالقدرة الكهربائية سواء الفاعلة أو غير فاعلة بحيث أنها تكون في ديناميكية معينة تحافظ على جودة الخدمة من جهد ومعامل قدرة وإعتمادية الله يبارك ومهندس طاريك ما شاء الله لك خبرة واسعة في هذا المجال وفي عملية تصنيع وما تم في آخر تريند في مجال الأتمة الله يأتيك العالمين بارك الله بك غطيت أنت وفيت وكفيت مثل ما يقولون الحقيقة أنا دخلت بس للسلام عليك والسلام على الأخوان وعندي فإضافة بسيطة جدا اللي هو موضوع يعني لازم نهتم به بقدر اهتمامنا بالأتمة اللي هو طبعا أنت جنابك كلمت والأخ أيضا سامي تكلم عن موضوع الاندارتر كونكتد للنيتورك يعني هذه هناك يعني هواية كلام عن هذا الموضوع ولكن النقطة اللي أنا أذكرها هو موضوع السايبر سيكوريتي السايبر سيكوريتي يؤخذ بنظر الاعتبار الآن بشكل أكبر وأكبر مع توسع هذه الأتمة وتوسع يعني وسائل الاتصال مع هذه الأستس المختلفة خصوصا بوجود هذه السمارت ميترين أصبح يعني جزء يعني أساسي من دراسة المنظومة هو كيف تحميها من السايبر السايبر في عدة مكانات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في دول أخرى مثل أوكرانيا مثلا مؤخرا تم يعني الاعتداء بواسطة السايبر سايبر أتاك على منظومات التوزيع وفعلا فقطه وعدد كبير من الكاستمر يعني الخدمة الكهربائية فلهذا يعني الأتمة صحيح أن الأتمة هي تسهل علينا عملية التواصل مع المستهلك وتخلي المستهلك يصبح ما يسمى بالبروسيومر يعني هو بروديوسر وكونسيومر نفس الوقت بوجود هذه الطاقات المتجددة إلا أنه هذا موضوع السايبر سيكوريتي يجب أن نخلي جزء لا يتجزأ من تفكيرنا وفي تصاميمنا اللي نخليها على الشبكات التوزيع وأنا أشكرك وبارك الله بك وأنا تأخرت شوية على مد الصلاة بالحرم وأشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يبارك فيك وشكرا لإضافتك لهذا الموضوع الهام حقيقة موضوع السايبر سيكوريتي يعتبر أولوية أعتقد قبل العمل على يعني أنك تضع أتمت لأنظمة التوزيع وأعتقد يعني الشركات أو بشكل عام تهتم بالجانب هذا بشكل يعني أو يعتبر أولوية في أنظمتهم خاصة يعني المربوطة في طبعا الأنظمة طبعا في الاتصالات ودخولها في الشبكة يعني بشكل عام الله يبارك فيك شكرا لإضافتكم عن دستاري نعم إذا في إضافة أخرى الله يحفظكم السلام عليكم أنا عندي استفسار بسيط تفرض الأخوين عيفة ما هنا أنواع التوصيلات في الخطوط الكهربائية وكيف يتم قياس بمسافات طويلة هل تقصد يعني الربط أو توزيع الخطوط الهوائية بشكل عام ولا أنا ما فهمت السؤال بالضبط لا الخطوط الهوائية من محطات التوليد يعني أنواع التوصيل حقتها يش تكون وكيف يتم قياس بين مسافات طويلة يعني يعني إذا كان تقصد أنا أتكلم عن التوزيع طبعا هو تطلع الخطوط الهوائية من المحطات محطات التحويل إما تكون خطوط هوائية مثل ما ذكرت أو خطوط أرضية أو كابلات أرضية إذا كانت خطوط هوائية طبعا تعتمد على الحمل النهائي وطبعا يعني كمية الطاقة الخارجة عبر هذا الخط يعتمد حتى يعني على طوله على يعني كم عدد المشتركين المستفيدين من هذه الطاقة الخارجة من المحطة قياسها أنا أعتقد أنه يختلف يعني بعض الخطوط تقع طويلة وبعض الخطوط تكون قصيرة على حسب يعني الحمل يعني الحمل النهائي الحمل النهائي يحياني يكون مثلا منطقة بعيدة في البداية ما عندك مثلا مستخدمين أو ما عندك مثلا مستخدم نهائي للطاقة ذي يمر عبر مثلا مناطق فاضية ما فيها شيء بعدين يغذي مناطق بعيدة طبعا هنا نأتي الإشكالية أخرى أن الجهد ربما يتأثر بانخفاض وهذه نأتي بتحسين الجهد عن طريقة محسنات الجهد أحيانا يكون الحمل قريب ويكون طول الخط قصير وهذه يعني تعتمد على المكان نعم لو سمحت أستاذ إبراهيم إضافة هنا يقصد الأخ هو نقل الطاقة من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال فمثل ما جنابك تكلمت هناك يعني محولات رافعة التي تقوم برفع الجهد إلى الجهد المطلوب وثم هناك محطات خافضة التي تخفض الجهد إلى مستويات التوزيع لاحقاً إلا أنه يعني هذه المحطات كلها محطات الرفع أو محطات الخفض هي دائماً تكون مجهزة بمعدات متكاملة بقياس البولتية والتيار ومعامل القدرة ومجموعة من البرامتر كبير جداً هارمونيكس أحياناً يعني نقيسة في مداخل المحطات حتى نتأكد أنه مدى يجي شيء مؤدي للشبكة مثلاً وهكذا الأشياء فالقياسات تتم عبر منظومات متخصصة في محطات الرفع ومحطات الخفض إضافة إلى أنه هناك أجهزة الحماية لتكشف يعني مسار القدرة واتجاهها ويعني الطاور مالتها وإلى آخره من التفاصيل الفنية الدقيقة فهذا هو طبعاً هناك مثل ما جنابك قلت إذا كانت المسافات طويلة جداً أحياناً يلجأ إلى هاي فولتيج دي سي مثل الحالة التي تستخدم بين الدول الخليجة عربية والسعودية بسبب اختلاف التردد أيضاً هناك يعني إمكانية لربط بين شبكتين عن طريق هذا هاي فولتيج دي سي اللي هو أيضاً فيلد آخر ومتكامل الله يبارك فيك مهندس طارق فعلاً مثل ما ذكرت وشاكر لك للإضافة القيمة وأتمنى إن شاء الله أخوي نايف أنه وصلت له المعلومة وفعلاً في المحطات التحويل يكون هناك عملية القياس وعمليات يعني متوفرة من ناحية القياس الجود قياس التيار القدرة الخارجة أيضاً القدرة الداخلة على النحط كلها يعني موجودة في أجل قياس رقمية وتسهل على يعني المستفيد أنه يستطيع أنه يعرف يعني جميع القياسات لهذه الخطوط الله يبارك فيك شكراً أخوي طارق إضافتك الله يحفظك إذا في أحد عنده إضافة الله يحفظكم أو سؤال واستفسار أنا لدي استفسار إليك أستاذ إبراهيم أحنا ممكن متكلمين على الموضوع السمارت ميترينج وتطبيقاته بالمملكة يعني إلى أي مدى هسا حالياً يعني جدت نسبة التنفيذ في المملكة يعني تحويل الميتر إلى سمارت ميترينج وسؤال الثاني هو هل يعني تم تم إدخال ما يسمى بيوند ميتر يعني ما خلف الميتر تحكم ما خلف الميتر يعني بالكاستمر سايد هل يعني أكو فونكشناليتيز أو أشياء أضيفة على هذا التطبيق أو سمارت ميترينج في المملكة مثلاً طبعاً السمارت ميتر بشكل عام مثل ما أعلنت عنه لوزارة الطاقة يمكن الجميع يعرف بجهاتها الرسمية أعلنت أنه أنجز يعني عشر آلاف عداد ذكي على مستوى المملكة يعني غطى جميع العدادات أو استبدلت العدادات التي هي التقليدية الكارو ميكانيكية إلى عددات ذكية وهذه طبعاً أعلنت والحمد لله بوقت قياسي يعتبر وعمليات يعني مثلاً مراقبتها والتحكم وما خلف هذه تعتبر يعني جاهزة مع تنفيذ هذا المشهور لكن طبعاً ليس باختصاصي أنا وهذا يعني نأخذ القراءة من ما ذكر في وسائل التواصل والجهات الرسمية لوزارة الطاقة أنه أنجز بفترة وجيزة بحمد الله على مستوى المملكة وأنجز تقريباً برقم يعني يعتبر رقم يعني مبهر أنه عشر آلاف عداد ذكي بفترة وجيزة يعني وبالنسبة للمستهلكين الآن يعني الشركة لديها تطبيق خاص في اللي هي مراقبة الحمل للمستهلك باستطاعته يعني قراءة الحمل أو معرفة الحمل عن طريقة التطبيق الخاص بالشركة شركة الكهرباء وهذا من الأشياء اللي استفيدت منها بعد تركيب العدادات الذكية هنا أعطيك العافية مهندس صراحة أفتنا كثير لعل أخوي أحمد يواجه عنده مشاكل بس نشكرك على هذا اللقاء الصراحة كان ممثل جدا نشكر اللي شاركه نتمنى أنهم استفادوا إن شاء الله إن شاء الله نتمنى ذلك وسامحون إذا كان في تقصير أن الهدف من هذه المساحة هي إعطاء نظرة وليس تعمق وهذا الأساس والمرجو يكون مركز للطلبة خاصة يأخذ فكرة عامة عن هذه الأنظمة وطرق أتمتتها بشكل عام والمهتم باستطاعته أنه يتعمق فيها الحمد الله المراجع ومصاد المفتوحة الآن باستطاعتك أنك تدخل وتتعمق بشكل أكبر الله يعطيكم العافية وشاكل لكم جميعا وشاكل أيضا لزملاء المهنة وأيضا أساتذتي اللي تداخلوا معنا شاكل لهم وقتهم شاكل لهم تداخلهم وبارك الله فيهم جميعا